قبل ما اطلع الفاصل عايز اقول لكم النهاردة الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي عمل لقطة جميلة جدا هو كان عملها قبل كده على المنتخبات المشاركة في كاس الامم لما استعرض المنتخبات اللي فازت بالبطولات الامم الافريقية النهاردة طبق نفس الكتالوج ولكن على مستوى الاندية وانت بتبص كده على البطولات الافريقية والفرق اللي فازت بدور الابطال من اول انطلاق البطولة في السبعينات لغاية عشرين اربعة وعشرين وتبص على الشكل بصوا على الصورة كده قدامنا دي كلها الاندية كل نادي فاز بالبطولة مرة واحدة مثلا عندك النجم الساحلي عندك مثلا الافريقي عندك مثلا كذا نادي اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي كذا نادي يعني ادي مثلا ايه اندية فاز بالبطولة مرة واحدة اندية فاز بالبطولة مرتين انا استعرض معاك كذا نادي مثلا فاز بالبطولة مرتين لغاية لما توصل تلات بطولات هتلاقي مثلا الوداد هتلاقي مثلا الرجاء الكلام ده كل هتروح للفرق اللي فاز ببطوله أربع مرات هتلاقي مثلا الترجي التونسي هتروح للخمسة هتلاقي مثلا مازنبي الزمالك لغاية لما تصل للهرم الأكبر 12 دوري أبطال بصوا الصورة دي الصورة دي يا جماعة لو تنفع تبقى خلفية موبايل لو تنفع تبقى لوحة تتحط مثلا في النادي تتعمل بها جمهور النادي الأهلي في المتحف يعني بصوا الصورة دي صورة تاريخية الصورة دي لو عايز ترد بيها على أي حد بيتكلم على التاريخ ترد بالصورة دي الصورة دي تاريخية ليه؟ لأننا بتكلم على تاريخ طويل جدا وتاريخ عريض جدا كيف نجح النادي الأهلي في تصدر المشهد الإفريقي من أول منطلقة البطولة في السبعينات حتى عشرين أربعة وعشرين دستة بطولات من أهم وأعظم وأكبر بطولات الأندية الإفريقية دوري الأبطال الإفريق بجد بشكر الناس في الاتحاد الإفريقي شغل الديجيتال ميديا في نشر هذا التفاصيل المتعلقة منذ نهاية دوري الأبطال وبصراحة بنشوف حاجات جميلة جدا وبنستنى دلوقتي ونشوف كواليس قط اللبس سواء في القاهرة أو في تونس لأن أكيد هنشوف كواليس قط اللبس الديجيتال ميديا في الكاف أكيد سجل ده عشان نشوف بعض اللقطات الحاسمة اللي كانت ما بين قبل المباراة أو ما بين الشوتين أو الفرحة العريمة اللي بعد نهاية المباراة نخرج إلى فاصل ثم نواصل